طبيعي زي كل المحاولات السابقة اللي حصلت في تطهير سيناء من الارهاب وتطهير سيناء من الاستعمار وتطهير سيناء من الاحتلال كان الهدف هو حماية حدود مصر وتطهير سيناء وطرد الخارجين ده كان الهدف لم يتطور الهدف الى ما دون ذلك في كل المحاولات السابقة كل المحاولات السابقة كانت الهدف الحفاظ على سيناء الحفاظ على سيناء من الاحتلال من المشتعمر من الخارجين على القانون الحدود ده كان الهدف في مكوننا الثقافي جميعا كلمة سيناء يعني بعد استراتيجي كلمة سيناء يعني بعد امن قوم كلمة سيناء يعني حرب كلمة سيناء يعني ارهاب كلمة سيناء يعني دماء شهداءنا سقطوا في حروب عدة سينة في ضميرنا هي الجوهرة جوهرة التاج اللي كلنا بنحافظ عليها لانها عزيزة على قلوبنا جميعا لم يتطور هذا الشعور ولم يرتقي هذا الشعور اكتر من ذلك بنحب سينة وبنغنيلها سينة رجعت كاملة لنا مصر اليوم في عيد بنغنيل سينة رايحين جايين بنغنيل سينة في الحرب بنغنيل سينة وهي محتلة عزيزة ترجع تاني بنغنيل سينة بعد ما رجعت تاني في العبور بنغنيل سينة واحنا بنطهر الارهام كل ده حلو وجميل وعظيم ومطلوب ولكن لم يرتقي مرة ثالثة ولم يتطور الفكر في التعامل مع سيناء لتصبح سيناء بحق في مرمى خطة تنموية شاملة محدش فكر ينمي سينة تنمية شاملة خلاصة الموضوع مخرجات العملية العسكرية الشاملة افضت الى عملية تنموية شاملة ايضا انطلقت اليوم يبقى من 2018 باقى طهر وبعمل عمليات عسكرية عشان اصل لهذا اليوم انه بعد ما خلاص بمفروض اعمل احتفالية ووضع عنوات وقول تمام سيناء رجعت لا عشان سيناء ترجع بجد وسيناء تبنى بجد وسيناء تصبح سيناء كما يجب ان تكون بجد كان لازم النهاردة تنطلق وينطلق مشروع ضخم تنموي اسمه العملية التنموية الشاملة يبقى من العملية العسكرية الشاملة الى العملية التنموية الشاملة ده كان محور ما جرأ اليوم في منطقة التل الكبير قبالة الجانب البر الغربي من قناة السويس علشان تتحرك قوات مش قوات ايه بقى مش قوات مسلحة مش دبابات لا قوات التنمية قوات بتحمل على سواعدها وعلى كفها برامج تنموية لتغيير شكل سيناء دي استفاف مش استفاف دبابات ده استفاف للاصلاح والاستصلاح والاستزراع والصناعة والبناء والحفر اللي قدام حضراتكم وكأنه استفاف حرب لكنه استفاف بناء وكأنه استفاف ختال لكنه استفاف سلام النهاردة كانت القصة مختلفة النهاردة كانت القصة مغايرة النهاردة الحدوتة حدودة سلام وبناء بعد ما كنا كل حوادثنا حوادث حرب وقتال النهاردة بنقول انه خلال السنوات التسع الماضية كان عندنا عملية تطهير واعادة سيادة واعادة سيناء الى الوجدان مرة اخرى متزامنة مع عمليات بنية تحتية وعمليات اصلاحية وعمليات تنموية متزامنة لم تتوقف اجمال ما تم انفاقه على سيناء في مشروعات اقامتها الدولة اكتر من ستمائة وعشرين مليار جنيه مصري في قطاعات عدة انفاق الانفاق اللي شفتوها وعرفينها اللي بتربط شبه جزيرة سيناء بالوادي والدلتة لاول مرة في التاريخ المواني اللي موجودة داخل سيناء المحاور المرية داخل سيناء ايضا الزراعات اللي موجودة داخل سيناء وصنة حوالي ستمائة الف فدان المصانع اللي موجودة السياحة الموجودة تطوير البنية التحتية تطوير مشروعات المياه وتحليط المياه مشروعات الصرف الصحي مشروعات الكهربة مشروعات الشباب والرياضة مشروعات الصحية المشروعات الجامعية والمدارس سيناء خلال السينوات الماضية كان فيه صوت المدافع شغال وايضا صوت البنائين شغال اللي اتنين في وقت واحد حالة من الضجيج ضجيج الحرب على الارهاب وضجيج البناء الحمد لله سكتت أصوات المدافع والنهاردة انطلقت أصوات البناءون العظام من أبناء مصر بهذا الشكل شكل أي حد يجيبه بيدي يقول دول رايحين حرب هم رايحين حرب فعلا حرب على الجاهل وحرب على التخلق وحرب على الفقر وحرب على الحاجة وحرب على الجمود اللي كان موجود علشان فعلا أهل سينا يستحقوا ما هو أفضل من ذلك